السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي حبايبي متابعين على قناة حياتي في سويسرا اليوم موضوعنا عن التصرفات الآلية والمكانات وتأثيرها على العنصر البشري هذه ماكينة لقلب العملة فقط لصرفها تحويلها من قطعة نقضية كبيرة إلى الزيارة إن كانت وراء أو حديد تضع فيها 10 فرنقات تنزل فراطة تضع فيها 150 أو 20 فرنقات موضوع الماكينات تأثيرها عن نصر البشري كثيرا هم مؤثرة في سويسرا بالذات وهو موضوع متقدمة جمالا نروع الباصات ومشوشف لنا موضوع الباصات وماكينات الباصات من الماكينة بإمكانك تقطع أي خط على أي مدينة على أي شيء يريد أي عندك بطاقة هالتكس تكشف لك كم معك اشتراك كم معك شهري أو أي شيء بالبطاقة اللي معك المشتركة بالشركة للمواصلات هاي ماكينة تقطع هون هذا 160 فرنقات تحطها البتاكس تصير 2 فرنقات تقطع الست أطاعات تحقهم 25 فرنقات تحطيها البتاكس تصير 25 فرنقات بدك بأخذ عملة ناقضية حديد فقط حديد أو تحط الكرت على الوايفي أو تدخل الكرت بالماكين أو تحط رقم السري هذا بالنسبة للخطوط القصيرة الخطوط الطويلة تأخذ وراء 50 فرنقات تأخذ لأنه التارفة أغلى وأكبر فينا نروح على المول ونشور شو الوضع بالمول المول فيه عدة تعاملات هذا مول اسمه ميجروس مشهور بسويسرا ومعروفين كان الأول هو بسويسرا بيهتموا بالورد الطبيعي كتير نحن اليوم بنص الشهر الأول 2020 ستة عشر شهر يمكن اليوم أو سباة عشر يمكن المهم بالمولات مو كلهم طبعا هذا ميجروس أظهم شيء في عنده ثلاث طرق للتعامل تشتري حاجات من عندها أول طريقة هي تقليدية أنك تشتري الحاجات وبتروح على الكاشير على السندوق بيحسب لك المواد بيقول لك حسابهم هل أدى الرقم يا بتعطيه كاش أو بتعطيه بالكرت هاي طريقة الطريقة الثانية هي أنك تشتري الحاجات وتروح على مكان خاص في الماكينة بتقريه للماكينة الغراض تريتك بيطلح حسابك هل أدى بس هاي الطريقة بالكرت حصرا بتحاسب حالك وبتمشي لحالك الطريقة الثالثة هي هي هاي اللي عم بصوركم ياهن لحاليا هي مثل أجهزة الموبايل بدك تاخد جهاز من هات تسحب الفيزا كارت تبعك بتمشيها عند المطرح ما عم تضوي هاي الضو بيقول لك إنه هاي المكانة إلك هذا الجهاز الموبايل لو اللي عم يشع هاد إلك لاحظوا ينمرها لا بس تاخد الماكينة بحطها بسسلة انت وماشي أخد غرض من الرف بس بتمشي بتخلي يرا الكود تبعها بس يراه بيلك دور على الشاشة بيلك حسابك هل أدى ثاني الثالث الرابع للآخير لاحظوا أخباتي سحبة الفيزا كارت قررتها ضو هاد وزمر صوت وضو يعني إنشان إنسان ينتبه بالآخير بس تحاسب الكارت حصرا كمان بيضوي محل ما تدفع مصاري بس تدفع مصاري بإلا رجع الماكينة لهون هاي حرمي اللي عم تشتري لحاله هون كمان هلا بشتري أنا أتفرجيكم كمان هلا أنا اشتريت هون مثلا السحون هدول هلا بمرون بس الكود يرى الكود هم السفل هاي الشاشة تحتاني بس يرى مش تيك طلع الرقم ستة فرنقات وكسور بس حاب الكارت بيه بس بلمس لمستين ثلاثة هون اوكي تيك تيك على المكنة هاي آخر كبسة على المكنة قال لك حسابك ستة فرنقات وكسور جهاز تحط الكارت على الوافية بيراء أو تحطه كمان بيقض رقم سري اللي بدك ياه موضوع المكانات شغلة معقلة هذا مكان خاص هذا المكان بالمنطقة برية بيعجبني كثير حاطين حصالة ووراء ولم وكل غرض مكتوب عليه سعره ما في انسان هون بالبرية قدي شرح حسابك بتشتري بيط بلدي طبعا كل منتجاتهم الجماعة هلا فرجيكم البيت البلاسيك تبعون نحاطين انه اساس فيه كاميرا هون ما في لا كاميرا ولا شيء منطقة برية حتى كهربا ما في هاي جماعة هي بيوت بلاستيك تبعيدهم وهي بيوتهم هون كيفو بعاد يعني شايفت منطقة ما في حدب نوب هاي الكشكل الصغير ومفتوح ليلة النهارة يعني واحدة بمديده هون فيه امان يعني الحمدلله فيه مكنة الحليب كمان صورتلكم يا مقطع سابق خلا فرجيكم ياه مرة تاني شايفين شول شول بري ما في حدا ما فيه الانسولاج هاي مكنة الحليب تحط مصاري هون طبعا تقرا هون الماكينة فوق هدول ما ارتون هلا نعيد الحركة ارتون قديش تسعين مية اي واحدة فرانك صار حطينا الاثنين ثانيات 20 40 50 60 70 مبيرال تك بستارت بينزل حليب حتى الكازية حتى كل شي بيخطر عبالك الكتروني كل شيء يعني ماذا كتير بيأسر على نصر البشر ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه ما عارف حلوة شغلات حلوين مانا ما تنسوني مدعاكم اخواتي حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة المترجم الاستشفى اشتركوا في القناة 安 eingقل تمت نو نحق 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 زم نحق اشتركوا في القناة